لكن هو ده اللي كنت عايزة أسأل حضرتك عليه اللي هو عودة طارق حامد لخط وسط نادي الزمالك هل هيضيف شيء لهذه المباراة أو بالفعل كان الزمالك في حاجة إليه في هذه المباراة خلينا أقول حضرتك بشكل واضح أن طارق حامد يمثل جزء كبير جداً مش عايزة بالغ لو قلت 50% من قوة نادي الزمالك لأنه بيناسب تاكتك وستايل وطريقة لعب نادي الزمالك لأن هذا زمالك مش من الأندية اللي بتحبز أو التميل إلى القرى الشاملة أو الاستحواز أو التحكم الكامل في الرتم الزمالك بيعتمد أكتر على المهارات الفردية في التلت الأخير ثم أنه إزاي يدافع بشكل كويس جداً لما بيغيب طارق حامد بيخسر قوة كبيرة جداً في الحالة الدفاعية لأن طارق حامد فعلياً خط دفاع متكامل وحده في فرضه وفي شخصه هو خط دفاع كامل رجل مقاتل طول الوقت مش بس جهده البدني والفردي لكن توجيهه وقيادته للمجموعة وزميله حواليه وإزاي يتمركزه طول الوقت في أماكنهم بشكل سليم وإزاي يعودوا للقيام بأدوارهم الدفاعية فهو بالتأكيد قائد مهم جداً الزمالك فقده بشدة في وقت صعب وفي وقت مصيري وبان أثره بشكل واضح جداً في المبارات اللي غاب عنها الزمالك تعصر وخسر وتعادل فبالتأكيد النهاردة عاودة قوية جداً بصرف النظر عن كون طارق حامد جاهز بدنياً ولا لا يعني طارق حامد برضو فيه شخوك حوالين مدى جاهزيته يعني لسه رجل مش مكتمل غير من فترة طويلة حديث عن إصابة فلسه مش جاهز بدنياً لكن طارق حامد من نوعات اللعبين اللي انت تقدر تقول مش محتاج وقت عشان يجهز لأن روحه بتعود نقص البدني ممكن فريرة ما ينزلوش في هذه المباراة وهو مش مكتمل مية في المية ممكن بالسفريرة وفكم اللي أنا عارفه تماماً أنه يميل إلى البيد إبيه النهاردة وشايف أن الخيارات الخيارات قدامه محدودة يعني ما عندوش بدايل تانية كتير فبالتالي هون بنسبة جيرة نهاردة هيكون فيه نص مرعب طارق حامد ومعه إمام عشور ويوسف إبوما قدامهم